فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع من الموالاة فليس من مصلحة المقاطعة والمباينة نعم هذا عود على ما ألف الكتاب من أجله وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم عود على التشبه بهم موضوع الكتاب نعم فإن التشبه بهم في الظاهر يدل على موافقتهم في الباطن ومحبتهم في الباطن لأن بعض الناس قد يتساهلوا يقول أنا أوافقهم في الظاهر فقط وإلا أنا في قلبي لا أحبهم ولا أتولاهم وهذا الله أعلم بحقيقته إن كان يتولاهم في الظاهر مع بغضهم في الباطن فهو عاصي فهو عاصل لله عز وجل وإن كان أنه كذاب في قوله أنه يتولاهم في الظاهر دون الباطن وإنما يتولاهم في الباطن أيضا فهذا قد يكون كافرا